الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على الظالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به علمين إذ قال اليبي وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم آباءكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم قال من فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينصقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينصقون قالوا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم لما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آليتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجينا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعكوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سويا فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاسجبنا له فنجيناه آله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا القوم سويا فأغلقناهم مجمعين وداود وسليمان إذ يكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطيب وكنا فاعلين وعلمناه صنعة نبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فأن أنتم شاكرون ولسليمان الريح عصفة تجري بأمره إلى النرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ذر وآتيناه أهلا ومثلهم معهم ومثلهم معهم رحمة من عيدنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاغبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نون المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربنا تذرني فردا وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصنحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وبنا آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون وتغطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت جأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا يشى خصد أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها والدون لو كان هؤلاء آلية ما أوردوها وكل فيها خالدون لهم فيها ذفر وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسابهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنقعهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطم السماء كطيس جل للكتب كما بدأنا أول خلق معيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوا عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لكوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجار من القول ويعلم ما تبتمون وإن أدري لعله فتنة لكم وتعون إلى حين قال رب احكم الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتروا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم سكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتمع كل شيطان مليد كتب علي أنه ما ترى الله فأنه يضله وياده إلى عذاب السعيد يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتغت وربت وأنبتت من كل زوج مهيجا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية النار وفيها وأن الله يبعث من في الكبور ومن الناس من يجادر في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني اعتفي ليضل عن سبيل الله لو في الدنيا خز ونذيقه يوم القيامة عذاب الحليق ذلك بما قدمت جداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير لطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشيد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ياصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يريد وكذلك أنزلنا آيات مينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يرسل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله أكبر هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق لعوصهم الحميم يصهر بيما في بطونهم الجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحا جنات تجري منها تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابر منها ذهب ونؤلها ولباسهم فيها حليل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صلاة الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإنحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهي البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما أرزقهم من بئمة الأنعام فكلوا منها وطعموا البائس الفقيل ثم اليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العديق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتنى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختفه الطير وتهوي به الرح في مكانها سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها ونافع إلى أجل مسمى ثم محلوى إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلهوا أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكروا الله وجنت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم يوافقون والبذن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القاني والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله نحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرى لكم لتكبروا الله على ما أداكم وبشر المسلمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم لبعض لهدم الصوامع وبيعهم وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في اللوض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قولهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم خذهم فكيف كان نكين فكأي من قرية أهلكنا وي ظالمة فاي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مخيد أفلم يسيلوا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل غصان ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك من عذاب ولن يخرف الله وعده وإن يوما عيد ربك كان في سنة مما تعدون وكأي من قرية أهليت لها وهي ظالمة ثم أخذها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب اليحيم وما أرسلنا من قبلك من رسوله ولا نبي إلا إذا تمنى أن القي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يخدم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضه والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاط بعيد وليعلم الذين أوتوا لعلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخفض له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في برية منه حتى تأتيهم الساعة موتة ويأتيهم عذاب يوم أقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخننهم مدخلا يرونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقبه ثم بوي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو وفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع مصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من عدونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله نزل من السماء ماء فتصبح الأرض محضرة إن الله نطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجني في البحر بعمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لروف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسق فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك نعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم ما تعملون الله يحكو بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسيل ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصيل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصون بالذين يتلون عليهم آياتنا قلنا فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعداه الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثلوا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم اجتمعوا له وإن يسلبوا الذباب شيئا لا يستنقذوا منه وعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لكوي عزيز الله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سبيع مصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الحمد لله ورب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوم عليهم على الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللوء معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم اجعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مغة فخلقنا المغة عظاما فكسونا العظام لعما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك نبيتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع ترائق وما كنا عن الخلق غافظين وأنزلنا من السماء ماء بقذرها فأسكنناه في النرض وإن على ذا منه لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعنابا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناتا مدب الدون وصلغا للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نصغيكم مما في بطولها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفنك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصني بما كذبون فأوحينا إلي أن اسنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء آمرنا وفارد النور فاسلق فيها من كل زوجين إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب ينزلني منجلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا له تنين ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملو من قومه الذين كفروا وكذبوا برقاء آفرة وترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أجعدكم أنكم إذا بيتم كنتم طرابا وعظاما أنكم مخرجون أيها تهيات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نبوه وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب ينصني بما كذبون قال عما قليل لا يسمحن نادمين فأخذته صيحة بالحق فجعلناهم وثاءها فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من عمد أجلها وما يستغرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء عمد الرسول وكذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم حاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملهي فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريض وأمه آية وآويناهما إلى ربوتها ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب لما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسالع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطرق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرتهم من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مطر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتنع لكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستقبلين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأدي أباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مواكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم الحق وأكثرهم للحق كاريون ولو اتبعوا الحق وأواءهم لفصل للسماوات والأرض ما فيهن بل أتيناهم ذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربه خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكمون ولو رحمناهم وكشفنا ما بإنهم ظر لنجوا في طريانهم يعمرون ولقد أخذناهم من عذاب فما استقعنوا لربهم ما يتغرعون حتى إذا فتحنا عليهم باب هذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي وجميت ولا اختلاف الليل والنآرية فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قلنا فلا تذكرون قل من رب السماوات السمع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكون كل شيء وهو يجين ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم من الحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذا وكل إله لما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الويب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم الويب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تدعني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصيفون وقل رب أعوذ بك من أمداد الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا أجاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تردت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا ساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف الموازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تطلع عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالين ربنا خلدنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذت بهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم توحكون إني جزيتهم اليوم ما صبروا أنهم هم الفائدون قال كم لبثهم في العوض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يومين فاسألوا عن دين قال إن لبثهم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عيد ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب يغفر ورحم وأنت خير الراحمين سورة أنزلناها وفرغناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوكن واحد منهم أمية جندة ولا تأخذكم بهما رأفتهم في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غذب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله دواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهدات فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما آفكم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأمسنتكم وتقولون بأفعائكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينه وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بوتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحجد في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في توليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سبيل فاجعلهم كعصف مأكون لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة